السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر رضا البيومي من كناة انجليزي اولاين اهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي فيديو النهاردة هو فيديو في غاية الاهمية بازن لان نهاردة هقدم لك ملخص للقواعد والجرامر الخاصة بالترم الاول فيديو النهاردة باذن الله هاكد لك ان في نهاية الفيديو هتطلع فاهم كل النقاط الجرامر اللي عندك في الترم الاول كل اللي مطلوب منك بس ان انت تقعد قاعدة كويسة وتديني انتباهك طول فترة الفيديو هنبدأ كده الاول بمراجعة جرامر يونت وان وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والتعليق وتشارك في قناتنا لو بتشاهدنا الاول مرة باذن الله لما تطلع مستفيد في نهاية الفيديو يونت وان بقى الجرامر بتاعها بادئ بيه اللي هي الضمائر طبعا الدرس ده تحديدا بيغلط فيه البعض فيه حيث ان هو ما بيبقاش عارف يختار الضمائر المناسب في الجملة ركز با معايا كده وانا هخليك تتخلص من المشكلة دي انت عندك فيه الدرس هنا اربع ضمائر هنبدأ كده الاول بيه اللي هي اللي هي ضمائر الفعل ضمائر الفعل اللي كلنا عارفينهم اللي هي اي ويو وهي وشي وات وي وذي كلنا عارفينهم طبعا لكن هما بيجوا فين في الجملة لو تستخدمهم في قلب الجملة فانت هتحطوهم قبل الفعل بنحطوهم فين قبل الفعل سواء كان الفعل ده فعل اساسي او فعل مساعد فهم بتحطوا قبل الايه قبل الفعل زي مسلا ما بقول ايام اتيتشر او اقولك مسا ايه يبقى كل ده انا حطيت اي قبل الفعل مرة قبل الفعل مساعد ومرة قبل فعل اساسي طيب اما ضمائر المفعول ركز بقى ضمائر المفعول دي ليها مكانين في الجملة ممكن احطها بعد الفعل يميل وممكن احطها بعد حرف طيب هي ضمائر المفعول عبارة عن ايه عبارة عن مي يو اللي هي ممكن استخدمها فاعل و مفعول هم هير ات اس ذم انت قلت يا مستر بتيجي بعد الفعل زي ما كتم كتب كده ووضيف عليها كمان عندك ان هي بتيجي بعد حرف الجر بتيجي بعد الفعل زي ما قولك مسلا وليكن اه احمد جيف مي يعني احمد اعطاني هداية شو بتقول ايه جيف جيف مي يبقى حطتها فعلا بعد الفعل اللي هو جيف جميل جميل طيب انت ابو تقول بتيجي بعد حرف جر وريني بتجي بعد حرف جر ازاي اسمع يا سيدي ممكن اقول لك احمد ستس نكستو مي ان دا كلاسروم يعني شو بقول احمد اعجنبي في الفصل شو بقولها زي ستس نكست ركز على نكست بقى نكستو مي نكستو مي يبقى حطت مي بعد نكستو يبقى فعلا حطتها بعد حرف جر او اش اقول لك على العربية وقول لك this car belongs to me يعني هزي العربية بتنتمي ليا وحطت هنا مي بعد belong to يعني حطتها بعد ايه بعد تو اهو يبقى بالتالي برضو جات بعد حرف جر يبقى تاني ضمائر المفعول بتيجي بعد الفعل وكمان بتيجي بعد حرف الجر تعالى بقى للحاجات اللي هي خاصة بالملكية عندك حاجتين حاجة اسمها صفات الملكية وضمار الملكية احنا بنستخدمهم عشان اقول ان الحاجة الحاجة دي ملك حد طيب الفرق بينهم امتى استخدم دي وامتى استخدم دي بتستخدم صفات الملكية قبل اسم ايه المملوك معنى كده ان الصفات الملكية اللي قدامنا دي لازم ليجي بعدها اسم يعني ما ينفعش اقول هي از ما ي bang buscando اي ممكن اقول هyi is my father مسلا هي is my teacher. يبقى ما ينفعش اقول ما يواصكوت لازما صفات الملكية يجي بعدها اسم الشيء اللي انت عبدا ستقول انه هو ملكك ملكي ملكو ملكها وهكذا زي my you will , is there it's our there. دول صفات الملكية. اما ضمار الملكية الاختلاف مرها وما بين الصفات هي ان ضمار الملكية ديت ما بيجيش بعدها اسم الشيء اللي احنا بيقول ان هو ملك احد. ما يجيش بعدها اسم خالص. جميل? زي ما قولك شوف قلت ممكن تحطهم على فاكرة بالمناسبة في اخر الجملة. و ممكن كمان نحطهم في نص في نص الجملة عادي او كده بشارت بشارت ما يجيش بعدهم اسم. زي ما قولك. شبته ليه? ولكن بتاعتي مش غالية. شبه ليه? يبقى جبت بعدها فعل. يبقى اللي يهمك? النضمار الملكية دي ما يجيش بعدها اسم خالص. جميل? جميل. هنا بقى الكتاب هنا موضح لي الفرق اللي احنا قلنا عليه كل ده. احنا قلنا هوات النضمار الفعل بتيجي فيه بداية الجملة قبل الفعل قلناها دي. كمان قلنا ان ضمار المفعول بتيجي ايه? بتيجي بعد الفعل وضيفنا عليها ان هي بتيجي بعد حرف الجر. اما صفات وضمار الملكية بولي انها بتستخدم للاشارة الى ان شيء بيخص حد بتاع شخص ما. وبتستخدم الصفات قبل اسم الشيء المملوك. معنى كده ان هي لازم نيجي بعدها اسم. و ضمار الملكية اللي هي خد بالك كده من الفرق. اللي هي بتقدر تقول كده ان احنا بنستخدم معظم صفات الملكية ونضيفها لهم اس. زي مسلا يورا هيت. بقت يورز. بقت مسلا هزة ما هي عشان هي اصلا فيها آآ فيها اس. هير بقت هيرز. اتس مالهاش مالهاش ضمار ملكية. اوار آآ اوارز دير ديرز. طيب تعالكي نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده بيقول لي بيعدي الكلام تاني بيقول ان ضمار الملكية اللي هي ماين وهيرز ويورز ما بيجيش بعدها اسم الشيء المملوك. ركز كده بقى في الجمل اللي هي توضح الكلام اللي احنا قلنا ده كله. اول حاجة هنا بقول لي وي بلاي تانس. خد بالك الضمار اللي هنا اللي هو ضمار ايه الفاعل. اتحط فين ضمار الفاعل في بداية الجملة قبل الفعل اوه زي ما انت اشعي. هنا بقول لي this لابتوب belongs to me. خدت بالك هنا مي جات فين? مي جات بعد حرف ايه? بعد حرف الجر. يبقى احنا قلنا ممكن تيجي بعد 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 يبقى الفاكرة هنا ان ايه? ان ضمائر المفعول بتيجي بعد حرف الجر او بعد الفعل مباشرة. طيب هنا بقول لي this is my bag. this is my bag. فين ماي? ماي ديها صفة ملكية. اتحطت قبل اسم الشيء المملوك. معنى كده ان الصفة لازم ايجي بعدها اسم. اما هنا ماين جبت ماين اللي هو ضمار ملكية وما جبتش بعدها اسم. عرفت الفرق بين الاتنين? يبقى الصفة لازم ايجي بعدها اسم. الضمير لا يأتي بعده اسم. فبقول لك this is my bag. it's mine. هزي حقيبتي انها ملكي. خد بالك كده من الفرق اللي جايدة. بقول لي that is hair pen. خدت لك هنا استخدم صفة ملكية اللي هي hair. واتبعها وجب بعدها على طول اسم الشيء المملوك اللي هو. فبقول هذا الامها. it isn't yours. واستخدم هنا ضمير ملكية اللي هو yours اللي بيبقى اخره اس ده. وما جبش فعلا بعده اسم ولا حاجة. قال لك ايه? it isn't yours يعني انه لا يستملكك. تعال كده نحل الاسئلة ديت ونشوف هنعرف نحل الاسئلة ديت بناء على اللي خدنا دلوقتي ولا لا. واقف الفيديو كده واتجاوب على الاربع اسئلة وراجع اجابتك معايا. number one هنا بقول it is not your watch. انها ليست ساعتك. it is me. خد بالك هنا ان انا عاوز الكلام على ملكية بقولك ان هي مست ساعتك. وعاوز اقول في الجملة التانية انها ساعتي. يبقى كده بعبر عن ملكية. يا هستخدم يا اما صفة ملكية. يا ضمير ملكية. يبقى هنا بما ان انا هحطها في اخر الجملة. حط ضمير الملكية وانت مغمض. ليه? لان احنا قلنا ان صفة الملكية لازمة نيجي بعدها اسم. وبالتالي هنا انا احول او استخدم ضمير الملكية من مي اللي هو. يبقى لك it is mine. number two بقولك they are happy. هما سعداء. جميل. هنا بقولي there's child got a prize. عاوز يقولك ان طفلهم حصل على جائزة. ابنهم حصل على جائزة. شو انت بتقول ابنهم. يعني ملكية. يبقى برضو يا صفات ملكية يا ضمير ملكية. بس هو هنا مستخدم الضمير اللي استخدمه غلط. ليه? لان احنا قلنا ان الضمير الملكية ما يجيش بعده اسم. يبقى بالتالي هاختار او استخدم صفة الملكية منها. هو ان انا بس اشيل منها لايه? الاس فتبقى there. عشان اقول there child got a prize. number three. بقولي that is here's new room. برضو نفس الغلطة. ان هو مستخدم بعد ضمير الملكية حاطت بعدها اسم. واحنا قلنا ان الضمير الملكية ما بيجيش بعده اسم. يبقى على طولها استخدم الايه? هستخدم صفة الملكية منها وهو ان انا اشيل منها الاس فتبقى here. يبقى that is here room. يعني هزي غرفتها. اما هنا في number four. بقولي take your mobile. خد التليفون بتاعك او. وبعد كده بقولي هنا it is بعد كده you. عاوز يقولك ان هو ملكك بتاعك. ملكية برضو. بس هنا استخدم بقى صفة ملكية اللي هي you're ولا ضمير ملكية اللي هي yours. برافو عليك. احنا هنستخدم هنا yours اللي هي ضمير الملكية عشان احنا حطناها في اخر الجملة. وقلنا ان الضمير الملكية هو اللي بيجي في الاخر لكن صفة الملكية لازما ولا بد يقت بعده اسم. ده بالنسبة لما يخص الضمائر الاربعة. تعالى بعد دلوقتي ناخد الجرامر الجميل بتاع unit two. الجرامر بتاع unit two هنا بادئ بي حاجة اسمها اللي هي ظروف التكرار. ظروف التكرار دي مهمة جدا وبتيه كتير او في الامتحان. اللي هي always اللي هي sometimes often واللي ممكن ننطاها often بالمناسبة يعني وممكن انطاها برضو مفيش مشكلة often often اللي تنصح never we usually هتاخد بالك هنا ان قلت دول ظروف تكرار بستخدمهم ليه عشان اوصف فعل الجملة ده بتقرر قد ايه? يبقى بتستخدم عشان تعرفني فعل الجملة ده بيحصل قد دي دايما احيانا كده. طيب الكلمات ديت انت بتستخدمها عندك في الجرامر بتاع الاعدادي ككلمات دالة على المضارع البسيط. يبقى بتجي فيه واحدة اقول لي يعني ايه مضارع بسيط اصلا انا مش فاهمه. اقول لك المضارع بسيط يا حبيبي هو الفعل اللي بيجي في صيغة مصدر معلوش اي حاجة زي play. يبقى بيجي مضاف له اس او اس او اس زي plays. وفي النافية انت بتنفي بdon't وبتنفي بايه بdoesn't. هو ده المضارع بسيط. جميل? يبقى الكلمات دي بساعة ما شوفها اعرف ان الجملة اللي قدام دي مضارع بسيط. بتيجي فين في الجملة بقى? انا خلاص عرفتهم وعرفت ان هم تابع المضارع البسيط. طب هم بتحطوا فين? لهم مكانين في الجملة. وركز في الكلام اللي جاي ده. لهم مكانين في الجملة. بيجوا قبل الفعل الاساسي. تعال كده نشوف المثال اللي اوضح الكلام ده. هنا بقول لك i always go to school by bus. فين زرف التكرار? زرف التكرار اللي هو always. اتحط فين? اتحط قبل الفعل الاساسي. يبقى فعلا الكلام طالعة مزبوطة هوت. وان زرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي. طيب هو لي مكان تاني? او لي مكان تاني. بيجي بعد verbi to be. الكلام ده هحطوا بعد verbi to be. انت بتقول ان هم بيستخدامه او بنستخدامه في المدارع بسيط مش كده? جميل. معنى كده في المدارع يا مصدر هيبقى ام واس وار. اه يبقى بعنى كده ان احنا نحط زرف التكرار ديت بعد ام واس وار. زي هنا كده. شوف never اتحطت فين? بعد عشان كده اقول لك we are never late for school. احنا بنتأخرش ابدا عن مدرسة. لما يجيبها لي بقى في الامتحان يجيبها لي ازاي? هاجيبها لك في الاختيارات متشألة بقى. او في السؤال بتاعت صحي الخطأ. فاقول لك مثلا ليكن على سبيل المسال I go always. ويشدها تحتها خط. وقول لك صحح. وهنا برضو نفس الكلام نكون نقول لك ايه? we never are. فانا بقى صح صح. وعارف ان ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الاساسي. وبعد am و is و are. طب انت عرفت مكانهم. تعال بقى كده نشوف السؤال عنهم بيبقى بدك بايه? عشان تسأل عن ظروف التكرار. بتسأل بحاجة اسمها how often. او قلت how often. اللي اتنين صح. اللي معناها كم مرة او كم عدد المرات. بستخدمها عشان اعرف عدد مرات حدوث الفعل. بيجي بعدها بما اني بستخدمها في المدارع البسيط بيجي بعدها do or does. how often do او does. وبعد هين الفعل المناسب ل do او does. do بيجي بعدها you و they we. و does عارفنا اني بتاع المفرد. بتاع هي و شي وقت. وبعد الفاعل بتستخدم مصدر الفعل. ليه مستخدم مصدر هنا مش هحط الفعل الس مثلا. قليخ عشان do و does بيجي معها المصدر على طول. الفعل معنوش اي حاجة. تعال كده نشوف المسال. هانا بقول لي how often do you help others. كم مرة بتساعد فيها الاخرون. تكون السؤال بدأ بكلمة اللي استفهام how often. استخدم الفعل مساعد do. بعد كده الفعل. بعد كده مصدر الفعل. وبعد كده بقيل ايه السؤال. فلما جيه جاوب بقى استخدم قلنا ظروف التكرار. ظروف ايه التكرار اللي هي قلنا بتيجي قبل الفعل وبعد امو ازوار. فانا بقول لك I always help others. انا دايما بساعد الاخرون. وحط فعلا ظرف التكرار قبل ايه قبل الفعل. ده لما يخص ايه ظروف التكرار. وهو اوفن اللي بتسأل عنهم. الجرامر التاني اللي موجود معنا في يونت 2 هو الابستر في اس الملكية. الابستر في اس الملكية ديت احنا بنضفها للاس عشان اقول الحاجة اللي جاء بعدها ديت ملك ليه الاسم ده. زي مسلا على سبيل المثال ما بقول هنا اجيرلز نيم. احنا هنا حاطين الابستر في اس ليه للبنت. للاسم يعني. حاطينه عشان اقول ان الحاجة دهيت ملك ايه ملك البنت او تخص ايه تخص البنت يعني. فلما تقول هنا اجيرلز نيم يعني اسم البنت. اكاتز تيل يعني ديل القطة. طيب يبقى معنى كده ان الابستر في اس ديت انت بتحطها للاسماء المفرد سواء اشخاص او حيوانات ما ما فيش مشكلة. للاسم المفرد اللي هو مش اخر اس زي جيرل وزي كات. طيب اللي هو الاس ابيستر في بقى بتحطها امتى? بنحطها هنا للاسماء اللي هي اخرها اس. الاسماء الجامع اللي اخرها اس. اي كلمة اخرها اس. بنحط الابستر في في الاخر بعد الاس. يعني مسلا هنا. انا عندي الكلمة اللي انا بتعامل معاها هي كلمة جيرلز بنات. طيب الاسم هنا اسم جامع. وما ان هنا الاسم اسم جامع. فاحنا نحط ايه? هنحط الابستر في في الاخر بعد الاس. طيب نشوف بعد كده. طيب بالنسبة مصدر للاسماء الجامع في اسماء جامع ما بقاش في اخرها اس. زي مسلا كلمة مان وزي كلمة ايه? ومن. دي اسماء جامع هوا. ومع زي اسماء جامع وما بقاش ايه اس في الاخر. في الحالة ده اعمل ايه? هتعملها معاملة المفرد. كانها كلمة مفرد. زي ايه? زي بوي وجيرل وكات. هتعمل فاية تحط لها ابيستر في اس. طيب تعال نشوف بعد كده. الوظائف. ممكن اجيب الوظيفة. بعض الوظائف تحديدا. بعض الوظائف اجيب الوظيفة احط لها ابيستر في اس. يبقى انا كده اقصد اقصد المكان اللي شغال فيه الشخص ده. يعني مسلا على سبيل المسال كلمة الجزار. لو انت حطيت للجزار ده ابيستر في اس. يبقى انت كده تقصد محل الجزارة نفسه. the putschers. طيب كلمة كامست. كامست يعني الصيدالي. ولما تحط للصيدالي ابيستر في اس. يبقى انت كده تقصد المكان اللي بيشتغل فيه الصيدالي اللي هو الصيدالية. كامستس. طيب كده انا عرفت انها توضاف لي لايه للوظائف عشان تشير لي المكان العمل. طيب هنا. الاسماء بقى اللي هي اسماء الجماد. احنا تتكلمنا على العاقل سواء ايه اه اه العاقل او الحيوانات. دلوقتي بقى الجماد الحاجات اللي هي مفيهاش روح دي خالص. بتحط الكلمتين جمع بعض وخلاص. لا بتحط ابيستر فيه ولا اس ولا ايه حاجة. حط الكلمتين جمع بعض بس. زي مثلا انا عاوز اقول شاشة الكمبيوتر يبقى لك كمبيوتر سكرين. عاوز اقول مثلا الاكسرسايز بوك اللي هو كتاب لايه التدريبات. جميل? يبقى تحط الكلمتين جمع بعض وخلاص. طيب. فيه بقى بديل بديل ليه الابستر في اس اللي هي الكلمة دي يت. اللي هي بلونج تو. اللي هي معناها هنا ينتمي او بيخص فلان. زي مثلا على سبيل المثال كده بيقول لي الجملة دول هيبقوا بيصوا بعض في المعنى. هنا استخدم الابستر في اس الملكية. وهنا استخدم الفعل اللي احنا قلنا عليه اللي هو بلونج تو. داي هنا بقول لي معناها ايه جملة? هذا اللابتوب ملك سمر. او هذا لابتوب ايه سمر. لكن في الجملة التانية بقول لي يعني هذا اللابتوب بينتمي وبيخص ايه سمر. فهنا عبر على الملكية باستخدام ايه بلونج تو. طيب بالنسبة للس ديت اللي احنا حطناها للفعل احنا امتى بنحطها وامتى ما نحطهاش? انت بتحطها ليه بلونج لو اللي قبلها مفرد. لو اللي قبلها مفرد يبقى تحط ايه? للكلمة اس. طيب لو اللي قبلها جمع اجيبها في المصدر عادي من غير الاس خالص. تعال كده نحل الاسئلة اللي على الكلام اللي هو خاص بيونت تو. اول سؤال مثلا زي ما انت شاب بقول هنا وده اللي انا قلت عليه فوق. قلتلك مهم جدا تبقى عارف مكان زرف التكرار بيجي فين في الجملة. قلنا قبل الفعل وبعد يبقى انت هنا لازم تحط لي ده هي قبل ايه? قبل الفعل. فيها بقى تصحيح الخطأ ايه? ايه؟ هي يبقى اولا ايه? ومعنى الجملة هنا ان انا ما باكول شي ابدا الطعام الغير صحي. في نومبر تو بولهينا Clear Z. الزياد الولد وهنا جايب لي اسم واضي يبقى عاوز يقول اسم الولد زياد يبقى معاك كده انا بتتكلم عن ملكية يبقى الحل اللي انا حطي ليه كلمة بوي ابيسري في اس. これ مبدئياً كده كلمة هنا قدامنا ما فيهاش في الآخر وأنا قلت لك إن الكلمة اللي آخرها بتحط لها في الآخر طب لو مش آخرها يبقى احنا نضيف إحنا إيه و الجماد بتحط الكلمتين جمع بعض وخلاص دي الخلاصة بتاعتها بقول لي إحنا أبداً أو هو هنا مستخدم كلمة كمان يعني اللي هي أصلاً بتيجي في السؤال يبقى بالتالي هنا استخدامها خطأ خالص طيب هو بيقول هنا إن إحنا بنتكلم إنجليزي في أثناء أو أثناء حصص الإنجليزي يبقى كده عايزة يقول إحنا دايماً بنعمل الموضوع ده ودائماً يعني إيه؟ يعني طيب في هنا بقول لي خد بالك إن كلمة بستخدمها للسؤال عن الملكية عشان تعرف ملك أو الحاجة دي ملك مين معناها ملك من الإجابة قال لي إيه؟ وبعد كده ندا لأ إنت عاوز تقول إن هي بتاعت ندا تب هي ندا ديت أخرها إس؟ لا يبقى إحنا كده هنضف لها إيه؟ هنضف لها أبيسر في أس طالما بتعبر عن الملكية هنا يبقى معنا كده إحنا بنوصف الملكية بيه عن طريق عن طريق صفات الملكية اللي بيجي بعدها إسم ضمائر الملكية اللي ما يجيش بعدها إسم ويه الأبيسر في أس الملكية وكلمة بلونج تو ديت الحاجات اللي في منهجك اللي بتوصف بيها الملكية تعالوا بقى دلوقتي هنشوف مع بعض الجرامر الخاص بيونت ثري الوحدة الثالثة الجرامر بتاع الوحدة الثالثة بيكلم على حاجة اسماها هاف جوت وهاز جوت واللي معناها لديه أو يمتلك مطلوب منك ثلاث حاجات هنا في الشرح بتاع القاعدة دي مطلوب منك تعرف تكون بيهم جملة مثبتة وجملة منفية وتكون بيهم سؤال ركز معي أول حاجة كده اللي هي هاف جوت بيعرفك هنا ان انت ممكن تستخدمها بشكل تاني في سورة اختصار فالاختصار بتاع هاف هو أبيسر في في اي طيب جميل بتيجي هاف جوت بقى مع ايه بتيجي قبلها الضمائر الفعل اللي هي اي وي ويو وذي والاسم الجامع دي الضمائر اللي بيجي بعدها هاف جوت أما هاز جوت بتاعة المفرد فطبعا الأول انت بتبقى عارف ان الاختصار بتاع هاز هو أبيسر في اس وبعدين ايه جوت عاملة زي الاختصار بتاع اس كده بيجي قبلها هاز جوت دي بيجي قبلها ضمائر مفرد زي هي وشي وات والمفرد زي المثال هنا ما بيقول اي هاف جوت كيرلي هير انا املك شعر مجاعد لكن هنا مع هي استخدمنا بعدها ايه هاز جوت هي هاز جوت يعني هو يمتلك او لديه موبايل جديد وباقي تاني بتيجي القاعدة دي في معظم الامتحانات طيب بتنفي الجملة بقى ازاي هنا بما ان خد بالك بما ان هنا هاز و هاف جاي بعدها فعل اساسي اللي هو جوت يبقى هاف و هاز هنا بنستخدمهم كفعل مساعد وبالتالي هنفيهم هما لان اللي بتنفي الجملة هو الفعل المساعد مش الاساسي يبقى انا هنفيها بي هافنت جوت وهنفي هاز بي هازنت جوت يعمل كده يبقى اننا في هافنت جوت هازنت جوت عشان ما حدش تلقبه تقول لي ايه هو ان مش المفروض انفي بضونت و دازنت هنا هو لك انت تنفي بضونت و دازنت لو هاز و هاف مفيش بعدهم جوت لكن هاز و هاف لما بيجي بعدهم جوت بننفي هاز و هاف نستها جميل كده جميل طيب زي هنا مسلا ما بقولك ايه بقولك هنا يعني هي ليس لديها شعر ايه داكن او غامل اما السؤال بقى السؤال في منتاز سولة على فكرة كل انت بتعمله حاجة بسطة بس بتقوم جايب هنا هاز دهيت شاف هاز دي كده تقوم اخذها من ماكينها كده وحططها ايه في بداية الايه الجملة او قبل الفاعل بتخليه كده سؤال بمعنى هل يمتلك او هل تمتلك يبقى كل اللي عليك اللي انت هتبدأ هنا بهاف او هاز وبعدين الفاعل وبعدين جوت و باقي السؤال زي هنا بقولك هاف يو جوت اا 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 مستاش هاف يو جوت اا مستاش يعني هل انت لديك شارب او شناب يعني لو انت عندك هتقول لي ياس اي هاف ولو مش عندك هتقول لي ايه نو اي هابنت لما بتستخدم يس و نو في الاجابات القصيرة بتستخدم اول كلمة جات فين في السؤال مع ياس بتستخدمها مزبطة مع نو باستخدمها منفية يعني هل هو لديه شرقة جديدة لو عنده شرقة جديدة هتقول لي ياس هي هاز ما عندوش تعال كده نشوف ازاي الجزء اللي هو بتاع هاز جوت و هاف جوت ده بيجي ازاي في السؤال بتاع تصحيح الخطأ اول حاجة كده بقول لي اللغبطة دي هي مش هاف جوت بتيجي معه ايه اه جميل لكن خد بالك هنا اني موجودة في الجملة و اني بتيجي في جملة منفية يبقى معنا كده كل اللي هو عوز نعمله اني انفي الجملة فهاجي على هاف ديت و انفيها تبقى ايه هافنت في نومبر تو بقول هنا هاز حلمي قال لي نو هي ازنت اللي جاب ازنت هنا ده السؤال هنا بدي بايه بهاز و احنا اتفقنا ان احنا بنين في او بنستخدم اول كلمة جات في السؤال في الاجابة بنو و ياس يبقى معنا كده انا هقول ايه هقول هنا نو هي هازنت نومبر ثري بقول هنا بتكرر كتير اوي السيغة دي او السؤال ده تحديدا اللي هو يجيب لي بعد هاز و هاف يجيبها لي جات لا احنا عارفين خلاص انه يسمها هاز جات هاف جات يبقى على طول بعد هاز و هاف بستخدم التصريف التالت هنا اللي هو جات هاز جات هاف جات في نومبر فور بقول لي هاز يو سهلة او ديت لان اصلا احنا قلنا ان هاز بيجي معا هيو شي و ات لكن يو هنا بيجي معاها هاف يبقى هاف يو جات افلا تعالوا بقى دلوقتي انشوف مع بعض الجرامر الخاص بي يونت فور جرامر بسيط برضو بيكلام على حاجة اسمها there is و there are واللي اتنين معناهم يوجد بستخدموا عشان اوصف الحاجة اللي موجودة قدامي طيب بستخدم there is امتى هستخدم هنا there is لو جاي بعدها حاجة مفرد او حاجة لا تعد او اسم لا يعد اسمه مفرد او اسم لا يعد ركز معايا there is a book on the table اللي جي بعد there is هنا جي بعدها اسمه مفرد اللي هو كلمة ايه a book طيب في الجملة التانية بقول لك هنا there isn't any sugar اللي جي معا isn't هنا اللي جي معا isn't هنا اللي هو كلمة sugar فالاسم ده اسم لا يعد يبقى اللي استخدمته هنا مع is و isn't هو اسم مفرد واسم لا يعدي اللي احنا بقول عليه كمية طيب ليه هنا الاسم اللي لا يعدي ده بيجي مع is ما بيجيش لي مع are لان الاسم اللي لا يعدي ده اللي هي الكميات تعامل معاملة المفرد فبيجي معها ايه is او isn't في المنفية طيب تعالة كان نشوف there are معناها يوجد برضو are بقى ما بيجيش معاها لحاجة جامعة على طول are دي بتاع الجامعة بس وبالتالي هنا زي ما هو اتشاف كده حضت بعدها اسم جامعة ده هنا ما بقول there are some pens خد بالك هنا استخدم الاسم هنا اسم ايه جامعة يوجد بعض الاقلام اما هنا بقولي there aren't any books يبقى برضو هنا استخدم اسم جامعة عشان هنا مستخدم ايه aren't الفريق بين الجملتين الفريق بين الجملتين هنا ان الجملة دي مثبتة فاستخدم فاصم عشان some بتيجي في الجملة المثبتة اما هنا استخدم any عشان any بتيجي في الجملة المنفية واحد اقول لي تما اللي اتنين بيجوا في السؤال ايه الاختلاف بقى بين دي تنب تجي في السؤال ولما دي بتجي في السؤال some بتيجي في السؤال اللي هو في عرض وطلب لكن any بتيجي في اي سؤال تاني غير العرض والطلب زي السؤال مسلا اللي بيبقى بادئ بدو زي ما قولك مسلا do you have any هل لديك اي فلفل جميل؟ يبقى هي بتجي في السؤال اللي هو بشرط ما يكونش العرض ولا طلب نكمل انت كده عرفت ازاي تجيبها في الجملة المثبتة والمنفية لكن هنا مطلوب منك بقى تشوف ازاي تكون السؤال بيها هتعكسها بدلا ما انت بتقول there are انا هجيب are الاول وخليها are there زي هنا كده if there عكسه ما هو بدل there is if there بقى معناها هل يوجد وبعدها اسمه وفرد او اسم قلنا ايه لا يعد if there a pan قال هنا yes there is او no there isn't اما هنا عكس وبدلا ما كان بيقول there are قال هنا are there برضو هل يوجد ويقلنا ان are بتحتاج للايه للاسم الجامع دايما يبقى are there ايه are there any books قال لي yet there are او no there aren't الجرامر التاني اللي موجود معانا في الوحدة الرابعة هو present continuous اللي هو المضارع المستمر المضارع المستمر ده مهم جدا وبناخده تقريبا من سنة رابعة يعني معنى كده انه هو مش حاجة جديدة عليك ولا حاجة فاتع لك كده الراجع عليه بسرعة الجرامر اللي هو بتاع المضارع الايه المستمر ده مطلوب منك تكون فيه جملة مثبتة ومنفية وتكون السؤال وتعرف الكلمات الدلة وركز قوي على الكلمات الدلة تعالي كان نشوف ازاي انه كوان جملة مثبتة انت تكون بتاع الجملة المثبتة انت بتستخدم حاجة اسمها اللي هي am is are وعشان تخلي الزمن مستمر تجي على فعل الجملة الاساسي وتحط له ing زي play تبقى playing زي مثلا swim تبقى swimming يبقى انت بتحط للفعل الاساسي ايه ing طيب ام بقى كلنا عارفين ان هي بتجي مع مين مع مع اي عارفين بردو هي بتجي مع هي وشي وقت والفعل المفرد وار بتجي مع الباقي اللي هو وي وي وذي والاسم الجمع او الفعل الجمع الكلام ده لو انت هتكون جملة مثبتة لكن لو هتكون جملة منفية سهلة هننفي الثلاثة فهننفي am بam not وننفي is بis not او isn't وننفي are بare not او aren't ويفضل على طول الفعل في ing ال ing احنا بنحطه للفعل عشان تبقى فاهم عشان اخليه في صغة استمرار يعني اخلي للفعل ده مستمر شغال على طول في الجزء بقى اللي قدامنا هنا انت مطلوب منك تكون سؤال والسؤال نوعين سؤال بيبقى معنى هل عشان اجاب عليه yes and no وهنا هيكون بادئ بايه بام واس وار والسؤال التاني هيكون بادئ بكلمة الاستفاهم زي ما انت شايف كده السؤال اللي هو بيكون بمعنى هل واجاب عليه yes and no هيبدأ بام واس وار والتلاتة معنهم هل وبعد كده الفعل يعني كل اللي انا عملته اولاد ان انا بدل ما كنت ببدأ بالفاعل وبعد كده am is are حطت am is are الاول ونفس التكوين بالزبط بس هنا بقت سؤال زي ما اقول لك is he وبعد كده مسلا watching tv now هل هو بيشاهد التلفزيون الان اما هنا بقى انت بتبدأ بكلمة الاستفاهم بتاعتك زي what where how وبعدين نفس التكوين اللي فوق ده بالزبط am is are الفاعل برضو فاعل في ing يبقى اخد بالك كده ان انت اول ما بتشوف am is are ومعاك فاعل الفاعل الفاعل ده لازم يكون في ايه ing على طول طيب زي هنا الامثلة اللي هترجع لك على كل اللي احنا شرحنا ده هنا مسلا مستخدم am فاعل 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 وحط له ng عشان يكون مدرع مستمر اللي هو ايه i am playing football now في الجملة التانية بقول she isn't sitting next to her friend هي ليست جالسة بجوار صدقتها هنا استخدم isn't وجاب بعدها فاعل في ing بالمناسبة اصلا احنا بنستخدم مدرع مستمر في ايه؟ بنستخدمها عشان قولنا نوصف ان في حاجة مستمرة لحظة الكلام حالا او مش مستمرة لحظة الكلام اما هنا متكون السؤال بقول لي is hala مع is شوف لما استخدم is جاء هنا وحط فاعل ايه في انا جاء على طول لكن لو كان مستخدم do او does كنت اتلاقي الفعل ده جاي في المصدر is hala making a video call هل هي هلا بتعمل مكالمة فيديو لو هي بتعمل مكالمة فيديو هتقول لي yes she is ولو مش بتعمل no she isn't اما السؤال اللي هو التاني اللي بيكون بادئ بيكون مثل الاستفام بقول what are you doing now ماذا تفعله الان انت بتعمل اي دلوقتي قال له هنا I am reading a story now طيب الكلمات الدلة ايه بقاها نكتبها هنا لانها مهمة جدا جدا اول ما بشوف now بعرف ان الجملة في المدارع المستمر ومعناها الان اول ما شوف حاجة اسمها look اللي هي معناها ايه انظر we listen اللي معناها استمع بعرف برضو ان الجملة في المدارع المستمر طيب جميل طيب اول ما شوف حاجة اسمها at the moment يعني في هذه اللحظة بعرف ان الجملة في المدارع المستمر او حاجة تانية اسمها add the present برضو بعرف اللي هي معناها في الوقت الحالي بعرف ان الجملة في المدارع الايه المستمر او في حاجة تانية زي مسلا وليكن حاجة اسمها watch out برضو بعرف ان الجملة في المدارع الايه المستمر يبقى اولاد الكلمات ديت هي كلمات دالة وبتستخدم في زمن المدارع المستمر فمهم جدا تبقى حافظهم ورابطهم بالزمن ده تعالك هنا نشوف الجمل اللي جاي على الكلام ده قال هنا what have the students doing ختم لك هنا ان الفعل بتاع الجملة في ing اه وانا قلت الفعل اللي في الان جي لازم نكون معذر بتو بي ام او از او ار طب انا هستخدم هنا مكان هاب ام ولا از ولا ار هتبص على الفاعل الفاعل ده فاعل جمعي يبقى هستخدم ايه ار اما في نمبر تو هنا بيقول who is called وما اللي قلي يبقى بعد is وبعد am وبعد are الفعل في ing يبقى اجي على اقول واخليها طيب نمبر ثري there are any mobile phones طيب هي any موجودة هنا واحنا اتفقنا ان any بتيجي في الجملة المنفية يبقى اجي على are واخليها تبقى ايه aren't يبقى اني بتجي في الجملة المنفية وصم بتجي في الجملة المثبتة واخد بالك منصم واني بيجو في معظم الامتحانات واخر جملة بولي are there any pottles left هل في ايه ازاز من بقية طيب شو انت بتقول ايه are there يعني انا عاوز there اللي معناها يوجد لكن there ديت دي صفة الملكية اللي معناها ملكهم يبقى are there any pottles left تعالوا بقى كده نشوف الجرامر الخاص بيونت 5 برضو ده جرامر بسيط لان احنا برضو بناخده من سنة ربع في التنمي التاني يرد 5 الجرامر بتاعها بادئ بالماضي البسيط اللي هو past simple tense مطلوب منك برضو نفس الكلام مطلوب منك في كل الازمنة تكون جملة مثبتة تكون جملة منفية تكون السؤال بنوعي بتعرف الكلمات الدلة وكمان انت بعارب بتستخدمه امتى الزمن اول حاجة كده الزمن ده انا بستخدمه في ايه استخدمه عشان توصف حاجة بدأت وانتهت في الماضي او توصف عادات الماضي كنت متعاود تعمل حاجة في الماضي جميل جميل طيب بكون الجملة المثبتة ازاي قبل ما نشوف تكون الجملة المثبتة هو الفعل بتاع الماضي دة عامل ازاي الفعل الماضي دة هو الفعل الثاني من تصريفات الأفعال يعني انت عندك الفعل في الكتاب بيبقى متصرف 3 تصريفات جنب بعض فالفعل اللي في النص دة اللي هو التصريف الثاني هو دة الماضي البسيط الفعل بقى التاني ده بكل شكلين يبييجي في صورة فعل منتظم يبييجي في صورة فعل غير منتظم المنتظم يا شبطر ده اللي اخره دي و اي دي و اي اي دي لكن غير منتظم انت بتحفظه زي ما بيجي فيه الكتاب لازم انت تحفظ تصريفاته ها تكوين الجملة المثبتة بيكون بادئ بالفعل والفعل ده يقصد بيه هي و شي و ات و اي و يو و ذي وي والاسم المفرد والجمع الدمائر اللي هي بتاع الفعل اللي احنا كلنا عارفنا ويجيب بعدها الفعل اللي هو الماضي اللي قلت عليها بيجي منتظم يا غير منتظم زي هنا بقول هنظرنا عمينا الاسبوع الماضي فلو خدت بالك هنا استخدم الفعل الماضي اللي هو كاتب ليجي هنا و بقول لي ان ده فعل منتظم لان اخره اي دي هنا بقول هي بوت ان يو كار لاست منث استخدم هنا ايه فعل ماضي بس فعل ماضي ايه غير منتظم بقول هو اشتارة عربية جديدة الشهر الماضي ده تكوين الجملة المثبتة اما تكوين الجملة المنفية بنفي الجملة ازاي في الماضي بنفيها بديدنت بس ديدنت خد بالك بيجي بعدها المصدر على طول يعني ما نفعش بعد ديدنت عشان الجملة فيها يستردي فاجي بعد ديدنت وحط فعل ماضي غلط بعدها مصدر على طول يبقى هنا هبدأ بالفعل بعدين ديدنت بعدين المصدر زي ما بقولك اي ديدنت انا ما طلعتش بره اتمشى بالامس يبقى انت كده بتنفيق الجملة نفيتها باستخدام ديدنت وجبت بعدها الفعل فين في المصدر مطلوب بقى منك دلوقتي تكون السؤال وقلت السؤال نوعين سؤال بيتجاوب علي بيسونه سؤال بيبقى ببادئ بوات وير ويكلمات الاستفهام اول حاجة كده السؤال هيكون بمعنى هل اللي هو هيكون بادئ بيد ومعنى هل هنا بتحط بعدها الفعل زي ما بنقول دايما ديد يو ديد هي ديتشي وهكذا وبرضو نفس الكلام مصدر الفعل الخلاصة كده انت في الجملة المثبتة بس هي اللي بتستخدم فيها الفعل الماضي لكن في الجملة المنفية في ديدنت مصدر في السؤال بيبقى في ديد برضو هستخدم المصدر يبقى هنا ديد والفعل والمصدر وبقى السؤال هل انت ذكرت ودرست دروسك؟ ذكرت دروسك؟ لو انت ذكرت دروسك انت هترد تقول لي يا صي ديد ما ذكرته هاش هتقول لي طيب النوع الثاني من السؤال بيكون بادئ بكلمات الاستفهام زي ما قلنا وات وير ها والكلام ده وتحط بعدها نفس التكوين ده بالضبط ديد الفعل المصدر زي where did you spend you lost summer holiday اين قضيت اجازة الصيف الماضي؟ فردي هنا قال لي ايه I spent it in Alexandria I spent it in Alexandria يعني انا قضيتها في الاسكندرية خدت بالك هنا جاوب ازاي؟ لما جيك جاوب حول you الى i وحول spend اللي هي جات في المصدر عشان خطر did حولها بقى من مصدر الى ايه؟ الى ماضي عشان يقول انا قضيتها يبقى spent it in Alexandria طيب دلوقتي ازاي استخدم في الماضي؟ اللي هو عبارة عن ايه في الماضي؟ عبارة عن was أو where we النفي بتاعهم wasn't we weren't برضو مطلوب منك تبقى عارف was بتيجي معي وير بتيجي معي was wasn't مصبتين ومنفيين بيجي قبلهم ضمائر he he she والفعل المفرط اما we weren't بيجي معاهم we you they طيب لو انت عاوز تكون سؤال قلت لك قبل كده هتشيل الكلام ده وتحطه فين في الاول يبقى بالتالي هيبقى was where وبعدين ضمائر الفعل المناسبة لكل واحدة وهيبقى هنا معناه هل كان طيب ايه الحاجات؟ واخد بالك من الكلام اللي انا هقوله ده انا هحط لك قوت verb to be اللي هو عبارة عن am is are ده المضارع we الماضي اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن was we were طيب خلاص انا عرفت كده verb to be ايه بقى الحاجات اللي بتيجي بعد verb to be اكتبها عندك عشان ده مهم جدا جدا الحاجات اللي ممكن استخدمها مع verb to be هو اسم ممكن يجي بعدها اسم حاجة ممكن يجي بعدهم او معاهم وظيفة ممكن يجي بعدهم حرف جر و مكان وممكن يجي بعدهم فعل في ing ده الكلام اللي مطلوب منك في منهجك اوكي؟ لكن الحاجات ديت اوعى تحط معاهم فعلي في المصدر ده عليك انا نشوف الاسئلة my uncle go to the market yesterday yesterday من علامات الماضي الاول كده بلنحل الاسئلة ايه هي كلمات الماضي اللي لما هشوها في الجملة بعرف من الجملة في الماضي اول كلمة الكلمة اللي احنا قرأناها في السؤال دي اللي هي yesterday yesterday والكلمة التانية برضو الشهرة جدا اللي هي كلمة اللي معناها الماضي يبقى امس والماضي وعند حاجة تانية اللي هي in the past اللي معناها في الماضي وعندنا حاجة تانية اللي هي ago مشهورة اول كلمة دي برضو في معظم الجمل ومعناها منذ وي بتيجي قبلها مدة او فترة زمنية ago وعندنا كمان in وراها سنة فاتت يعني زي ما اقولك مسلا على سبيل المثال in 95 في سنة 1995 ديت ساعة ما بتشوفها في الجملة بتعرف ان الجملة فين في الماضي قلنا هنا بما ان اليسر دي موجودة يبقى انا هختار وهستخدم الفاعل بتاع الجملة خليه في الماضي وبالتالي بحول جوهنة الى ماضيها اللي هو went اما هنا بقول لي are you ready for the exam yesterday واحد بقى هنا للأسف المشكلة ان انت ساعة ما بتشوف ياسر دي ايه ده وده سؤال هسأل بداية على طول غلط ليه لانا بقولك ان انت لما بتستخدم did لازم يكون في فاعل في الجملة في المصدر هتيجي ببص على اللي بعد الفاعل ready و ready دي مش فاعل اصلا يبقى معنى كده ما تجيش جنب do ولا does ولا did لانا دول بيحتاجوا الفاعل في المصدر طيب ما ready دي ايه ready الصفة ويه الصفة زي ما قلت هنا بتيجي من ضمن الحاجات اللي بتيجي مع طيب معنى كده ان السؤال هيبدأ بام او از او ار او was aware بس هنا يسر دي موجودة هستخدم was aware ويو بتاخد where شوف تجيب تزي فتركز كده في الامتحان بحيس ان انت تصرعك ما يوصلكش للغلط number three هنا بقول لي when i was five عندما كان عمري خمس سنين I don't have a watch لم اكن امتلك ساعة خدت بالك هنا الكلام في الماضي بقول لما كان عندي خمس سنين يعني بيحكي لي حاجة في الماضي اصلا طب ازاي استخدم don't بقى لانا المفروض استخدم didn't عشان يبقى الكلام فين في الماضي واستخدمتي هنا didn't عشان بعدها فعله في المصدر did you وبعد كده مديني الماضي بتاع where اللي هو war your new jacket yesterday خدت بالك هنا ان فيه did اه طب ما did بيجي معاه الفعله في المصدر زيها زي didn't يبقى رجع war الى مصدره اللي هو where ومعناها يرتدي وصلنا كده مع بعض الى اخر unit في منها جتين من الاول اللي هي unit 6 تعالك نشوف بتاعها لان برضو من القواعد المهمة جدا واللي بتيجي في معظم الامتحانات بتاع unit 6 هنا بكلا على الحاجة اللي اسمها countable nouns و uncountable nouns اسماء بتتعد واسماء لا تعد ايه هو الاسم اللي بتعد وايه هو الاسم اللذي لا يعد خلينا في اللذي يعد له الاسم اللذي لا يعد اللي هو يعد ده لمفرد وليجمع الاسم اللي بتعد لمفرد وليجمع المفرد بتاعه بتحط قبله a او an زي a potato زي an ox زي مسلا an apple زي a book وكذا فده اسم ايه اسم يعد ليه عشان ليه مفرد وجمع ويه الجمع بتاعه حاجة من اتنين يا اما بيكون جمع عادي بيضاف له اس واس والكلام ده يا جمع شاز زي مسلا ما الجمع بتاع man من والجمع مسلا بتاع child children ده الاسم اللذي يعد اللي مفرد وليجمع لكن الاسماء اللذي لا يعد هي اسماء تعامل معاملة المفرد واللي هي الكميات زي مسلا كلمة soup اللي هي شربة زي meat اللي هي لحم يقول الكلمات ديت ما بتتعدش عشان كده انا بعملها معاملة المفرد فبتاخد الافعال اللي بتيجي مع المفرد زي as زي has زي doesn't فبتاخد الحاجات اللي هي بتاعة المفرد نجي بقى لاهم حاجة في grammar الوحدة set وهو ان انا استخدم الكلمات اللي هي زي some and any الفرق بين some and any اللي بتيجي في معظم المتحانات قلت ان some and any في جزء سابق من الفيديو بتيجي في الجملة المثبتة وبتيجي في السؤال اللي هو خاص بالعرض والطلب في الجملة المثبتة زي ما بقول هنا i have الاول بالنسبة ل some and any بيجي بعدهم يا اما اسم جمع يا اما اسم لا يعد معنا كده some and any ما يجيوش معهم اسم مفرد خالص خد بالك الاسم المفرد ده بيجي معه اه وان بس غير كده اركنوا على جمع يبقى هنا بعد some وبعد any هما الاتنين زيبعد بيجي بعدهم يا جمع يا لا يعد على طول يا كمية طيب قلنا some في الجملة المثبتة والسؤال بتاع العرض والطلب زي هنا i have some books حط هنا some في جملة ايه مثبتة وجاب بعدها اسم جمع هنا بقى would you like ده عرض على طول would you like do you like would you love الكلام ده ده عرض وبيجي هنا some هو زي ما انت شايف فيه سؤال العرض وجاب بعدها اسم لا يعد اللي هو t would you like some t هل تودي بعض الشاي هنا بدأ بكان can you give me some apples ممكن تعطيني بعض التفاح وده طلب ومعظم جمل الطلب بتلافها كمان كلمة t please طيب هنا استخدم صام عشان ده طلب وجاب بعدها اسم ايه جمع يبقى مرة جاب بعدها اسم جمع واسم لا يعد طب ايه 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 بتيجي في الجملة المنفية منفية بقى بضونت بضوزن تب هازن تب هافنت وبتيجي كمان في الجملة الاستفهمية او السؤال يعني اللي هو بيكون بمعنى هل تحديدا يعني بدأ بدو وضوز واس وار زي هنا مثلا there isn't any juice فاستخدم برضو ايه 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 تحديدا عشان الجملة منفية وجاب بعدها اسم لا يعد وهنا بيقول لي are there any pens فاستخدم ايه هنا فاستخدم بعد ايه جابها الاول في سؤال وجاب بعدها اسم ايه جمع يبقى any زي some الاثنين بيجي بعدهم اسم لا يعد او اسم جمع في بقى حاجات تانية هنا الكتاب ما وضحاش هضفها انا مثلا من عند كده اللي هي a lot of واللي بتساوي اولاد lots of الاثنين زي بعض a lot of lots of الاثنين معناهم كثير من والاثنين برضو بيجي بعدهم يا اسم لا يعد يا اما اسم جمع طيب بعد كده في حاجة تانية اسمها enough enough ده معناها كافي برضو نفس الكلام بيجي بعدها اسم جمع او اسم لا يعد طيب لسه في حاجتين لان ايه برضو الكتاب هنا اختصر الجرامر ده قوي في حاجة مهمة جدا اسمها too many وحاجة تانية اسمها too much الفرق بينهم الفرق بين الاثنين هو ان too many معناها كثير جدا بس بيجي بعدها اسم جمع على طول too many بعدها اسم جمع على طول زي ما اقول i have too many reasons جبت بعدها reasons اللي هو الزبيب واللي الزبيب طبعا اسم جمع طب هنا too much معناها برضو كثير جدا لكن بيجي بعدها اسم لا يعد كمية زي ما اقول مثلا i have انا لدي I have too much juice لدي او املك كثير من العصير تعالي كده نحل على الكلام ده هنا بقولي there are no there aren't some loaves خدت بالك هنا الجملة منفية وصام مجيش في المنفية اللي بيجي في المنفية هي ايه اما هنا بقولي cheese are ازاي ده ده اسم لا يعد والاسم الازي لا يعد اتا فانا بيجي عامل مع عاملة المفرد فبالتالي يجي معها ايه is اما هنا there isn't any canals near our village عاوز يقول ما فيش ايه كنوات بالقرب من قريتنا طب خدت بالك هنا ان الاسم اللي جاي بعد ايه اسم جمع والاسم الجمع بيجي معها ايه are او aren't فبالتالي هخليها هنا ايه aren't اما هنا will can i have any water please وقالت لك من شوية ان please بتيجي في الايه في الطلب any او sorry please بتيجي فين في الطلب واللي بيجي في الطلب والعرض هو some مش اني وبكده احنا نكون راجعنا على كل نقاط الخاصة بالترمي الاول اتمنى الفيديو تكون عجبكم تكون استفدتم منه عايزك بقى تركز في النقاط اللي احنا شرحناها النهاردة عشان بازن الله الفترة اللي جاية كده راجعنا على اهم الكلمات وراجعنا على هنبدأ بقى من هنا لحد الامتحان نحل كمية كبيرة جدا من الاسئلة والامتحانات وبكده نكون وصلنا على نهاية فيديو النهاردة هتمنى الفيديو ده يكون عجبكم تكون استفدتم منه لو عجبك بقى الفيديو انزل تدوس لايك للفيديو وعلق كمان بكومنت اسفل الفيديو ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجلش وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعاب الفيديوات اشترككم بقى ان شاء الله على خير في القادم الفيديوات ودمتم في صحة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته